فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله فهذا السماع كان متأخرا نعم كانت أم الفضل أم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ليست من المهاجرات لأنها حبست في مكة هي وأولادها الصغار حبسوا في مكة من الذين عذرهم الله بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم فالله جل وعلا عذرهم في ترك الهجرة لأنهم مستضعفون